السلام عليكم مرحبا بكم في هاد الفيديو رحين ديرو حلول تمالين صفحة 17 و 18 و 19 و 22 لتلاميذ أسنة ثانية متوسط تابعوا معايا إذن هنا كانوا عدنا مجموعة من الصور وانتم استمعتوا هنا إلى التسمية انتحا كل صورة وش فيها على وش تحتوي ومباد تكتبوا الاسم انتحا من الأسفل إذن عدنا الصورة الأولى اللي هي بدرو هي غرفة النوم هي غرفة المعيشة ولا الغرفة اللي نقعدو نتفرجوا فيها داينين روم داينين روم داينين روم اللي هي سالمونجة اللي كان اللي يقعدو يتفطروا فيها يتعشو فيها وكان اللي يأكلو في المطبخ عادي جدا إذن داينين روم هي غرفة الأكل كيتشن 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 هو المطبخ عدنا الصورة رقم خمسة باثروم 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 اللي هو الحمام نتقلوا إلى الصفحة الموالية صفحة 18 I listen to my brother Samir and use arrows arrows هي الفلاش للاسهم to show the things we can find in each room هنا رايحين نديروا سهم في كل لكل حاجة نقدرون نعرفوها في كل غرفة إذن عدنا بات اللي هو السرير بتسايد لامب اللي هي اللامب اللي تتحط على الجانب وعدنا بتسايد تايبول بتسايد تايبول اللي هي الطاويلة اللي تتحط على جانب السرير إذن الصور المتبقية هنا أعتذر تمحاتلي من الفيديو معرفت شوين راحتلي مقطع هذا الصور إذن أعتذر نروحو إلى الصفحة الموالية اللي كنا هنا رايحين نستمعو إلى محادثة بين ليز وصديقتها الجزائرية رزان اللي هو التمرين صفحة 18 رقم 23 هنا رايحين تستمعوا إلى المحادثة وتكملوا رسم مخطط منزل ليز اللي فيه الحديقة وفيه أرضيات وفيه غرف رايحين نكتبوهم إذن عدنا هنا باللون الأخضر اللي هي شجرة وساحة اللي فينا اللي هو the back garden back garden خلف الحديقة عدنا kitchen اللي راو في الصورة عدنا living room عدنا stairs hall front door dining room garage and bathroom هنا بعد ما تستمعوا رايحين تكملوا المخطط وحدكم إذن هذه هي تكملة المخطط لهذا التمرين شوفوا مع بعض حلول صفحة 22 اللي هي the pronunciation كيفية نطق I listen and put each word from the box into the envelope عدنا ثلاثة أضريفة كل كلمات تخلاص بالأس ولا بالإيأس في آخر الكلمة هنا النطق نطق الأس في آخر الكلمة رح يكون is أس ولا z هنا رتبنا كل كلمات في الخانة المناسبة إذن عدنا practices fridges faces terraces okay terraces faces fridges practices عدنا rights s bikes s عدنا bath tubes wash basins weekends bedrooms eyes trainers shoes sofas abilities rights and holes اوكي اذن هنا التصنيف انتع كل كلمة في الخانة المناسبة s z و iz ننتقلوا للتاسك number four هنا كملنا هذا المحادث اللي كانت between me and my partner وهنا هم بعد كل واحد يتبادل الادوار مع زميلو اللي كان يطرح في السؤال يجاوب اللي كان يجاوب واللي هو اللي يطرح في السؤال can you play volleyball yes i can but i can't play basketball can you ride a horse no i can't by i can ride a motorbike هنا رايحين تستعملوا can و can تمدوا حاجة تقدروا تديروها وتمدوا حاجة ما تقدرش تديروها إلا تقدروا تديروها راح تديرو can ما تقدرش تديرها تقول i can't هنا تعلموا كيفاش نطرحوا السؤال بكان و كيفاش نجاوبوا can you ride or عفوا can you ice skate no i can't but i can lift weight هنا ice skate لو حتزل وجه هذك أوكي قالوا تقدر تركب عليه قالوا لا ولكن أستطيع أن أرفع الأفقال can you do karate yes i can but i can't box can you motorcycle or can you ride a motorcycle yes i can but i can't use skate board skate board أيضا هو لوحة التزلج أوكي و i skate هو التزلج في الثلج هنا can you play bowling no i can't but i can jogging for long distances هنا قالوا تقدر تلعب bowling اللي هو هذك البالون ينرميوه في هذوك القراءات ولا قالوا لا ولكن أستطيع أن أجري لمسافة طويلة هنا رايحين تخدموا تمارين واحدكم في الدار تدير أجوبة أسئلة عفوا وأجوبة can you do this and this yes i can do this and this and no i can't do this and this هنا بشتعودوا دروحكم على تمارين من نوع كان و كانت إذن وصلنا لختام هادلا فيديو نتمنى شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على خير